العالم العربي كلهم بارح تابع اللي حصل في حادث اغتيال جنودنا الستة في كمين الاليوبية مسترد النهاردة الصحافة العربية اهتمت جدا بالحديث عن الموضوع ده تعالوا مع بعض كده نستعرض اهم المنشتات وكمان القضايا التانية اللي نشرتها الصحف العالمية والصحف العربية كمان نبدأ بصحيفة الحياة جماعة اللي اهتمت بحادث مقتل الجنود الستة في كمين مسترد ونشرت خبر تحت عنوان الارهاب يسابق الرئاسية في مصر وقالت فيه ان الصحفة وقالت صحيفة فيه مثل هذا الهجوم الهجوم المسلح على كمين للشرطة العسكرية في القاهرة واودى بحياة ستة جنود تحديا للسلطات المصرية التي تستعد للإعلان عن خارطة زمانية للانتخابات الرئاسية والتي تعد خطوة مفصلية في تنفيذ خارطة الطريق التي اعلنت او اعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز يوليو العام الماضي ننتقل للشرق اوسط صحيفة الشرق الاوسط اللي نشرت خبر تحت عنوان مصادر السيسي يشكو من ارتفاع الديون الى 1.7 تريليون جنيه ويخشى نفاذ صبر المصريين وقالت الصحيفة ان في مصدر شارك في زيارة قام بها وفد نقابي لقائد الجيش المصري المشير عبدالفتاح السيسي ان الراجل الذي يعول ملايين المصريين على ترشحه للرئاسة وقيادة البلاد خلال السنوات المقبلة اعرب عن مخاوفه من خوض الانتخابات لان ديون مصر 1.7 تريليون جنيه وكان اللقاء في يوم التاسع من الشهر الحالي بحضور عدد من وفد النقابات المهنية والفلاحي روح للصحافة الامريكية صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان مصر تطلب من امريكا فرض قيود متشددة على استراد القطع الاثرية من القاهرة قالت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الاثر المصري محمد ابراهيم علي طالب ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما بفرض قيود طارئة على استراد القطع الاثرية من مصر مشيرا الى ان نهب مثل هذه الكنوز وتهربها بات كارثيا منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 ولفتت الصحيفة الى ان المسؤولين في الجمارك بالولايات المتحدة الامريكية اكدوا على ان ليست لديهم سلطة الان لمصادرة اي تحف مصرية ما لم يرد اليهم معلومات محددة او يراودهم شك شديد في انها مسروقة الصحافة البريطانية صحيفة التايمز وتحت عنوان الاسلحة الروسية لمصر تهدد بتقويض المصالح الامريكية في الشرق الاوسط قالت صحيفة التايمز البريطانية ان روسيا التي تختلف مع واشنطن حول الازمة السياسية المتفاقمة في اوكرانيا تهدد بتقويض العلاقات او العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر واضافت الصحيفة كمان ان الحكومة الامريكية امدت الجيش المصري بالاسلحة على مدى الثلاثة عقود الماضية مشيرة الى انه سيتعين على مصر ان تقلب جيشها رأسا على عقب من اجل التحول الى الاسلحة الروسية في هذه المرحلة ولفتت كمان الصحيفة الى ان ممولي هذه الصفقة هم السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة الذين تعهدوا بمنح مصر ما يزيد على 12 مليار دولار امريكي في العام الماضي لتقديم الدعم الاقتصادي وتنويع مصدر الاسلحة للجيش المصري من دول اخرى صحيفة الجارديان البريطانية نشرت كمان مقال تحت عنوان لماذا يتعين عليك ان تزور مصر الان وقالت فيه الصحيفة ان عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي لم تستهدف الاضرابات التي شهدتها البلاد ايا من السائحين الاجانب ولهذا السبب لم تعترض وزارة الخارجية البريطانية على سفر بريطانيين للقاهرة والاقصر والجنوب برغم من استمرار المظاهرات واعمال العنف ضد قوات الجيش كما انه عقب ثورة 25 يناير لم ينقطع السائحون عن زيارة مصر وبدأوا يتوافدون ببطء على العاصمة او الاماكن السياحية على ضفتي نهر النيل ومع تفجير احدى الجماعات التكفيرية لحافلة كانت تقل مجموعة من السائحين الكوريين الجنوبيين في طابة في سيناء وضعت وزارة الخارجية البريطانية طابة وذهب ونوبع في قائمة الاماكن التي يتعين تجنبها اما صحيفة ديلي تليجراف فاهتمت بحادث مقتل الجنود الستة في كمين مسترد وكتبت تحت عنوان الاسلاميون المتطرفون يقتلون ستة جنود مصريين وقالت الصحيفة ان الجيش المصري ادان الهجوم الارهابي اللي استهدف ستة جنود في نقطة تفتيش شمال القاهرة وحمل تنظيم الاخوان المسلمين اللي بينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي المسئولية واضفت كمان الصحيفة ان هذا الهجوم جاء بعد يومين من مقتل جندي اخر على ايدي مسلحين في حافلة تابعة للجيش شرق القاهرة كمان بتجدر الاشارة الى ان متين من افراد الامن قد لقوا مصرعهم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الايكونوميست تحت عنوان الخلاف بين مصر واسيوبيا حول نهر النيل قالت الصحيفة ان الحكومة المصرية تواجه ما يكفيها من تحديات واهمها مشروع بناء سد النهضة الاثيوبي واضفت الصحيفة ان مخاوف مصر يعني تنبع من التأثيرات المحتملة لسد على النيل فقدرة مصر على توليد الكهرباء سوف تقل في واقع الامر كما ان الزراعة المصرية ستتأثر بسبب نقص كميات المئة